اشتركوا في القناة 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 ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين او الاجانب سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين لانشاء وادارة وتشغيل المنشآة الصحية او لادارة وتشغيل وتطوير المنشآة الصحية القائمة وذلك وفقا لاحدى الطرق المبنية بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 سنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والاجراءات وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآة الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات واجهزة طبية لازمة لتشغيلها والالتزام في تقديم الخدمات الصحية باحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآة الصحية وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها وان يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآة الصحية بالاضافة الى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء وان لا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة اعوام ولا تزيد على خمسة عشر عاما مع عيلولة جميع المنشآة الصحية بما فيها من تجهيزات واجهزة طبية لازمة لتشغيلها الى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة وتمت الموافقة على مشروع القانون مع تضمين الملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات وفق مجلس الوزراء على مشروعين لتعديل اتفاقيتي الالتزام بترولية ساريتين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتين غرب الدلتة البحرية العميقة بالبحر المتوسط وشمال غرب اكتوبر بخليج السويس وذلك بحد ادنى ثمانية ابار وبمنح غير مستردى بقيمة مليون دولار واستثمارات تقدر بحوالي مائتين واثنين وثلاثين مليون دولار ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتة البحرية ضخ استثمارات اضافية للقيام بعمليات تنمية لزيادة معدلات الانتاج والاحتياطات التي يمكن استخراجها بما يهدف فيما يخص منطقة شمال غرب اكتوبر مد فترة عقود التنمية لعشر سنوات واضافة قطاعات جديدة وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باعادة تخصيص عدد من قطع الاراضي المملكة للدولة ناحية محفظة السويس بمساحات 21.21 من مئة فدان و14.28 من مئة فدان و2.38 من مئة فدان من اجل انشاء مصنع للاغشية المستخدمة في محطات تحليات مياه البحر وكذا مصنع لاستخلاص الاملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باعادة تخصيص قطعة ارض بمساحة 12.17 من مئة فدان تقريبا من الاراضي المميوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الاحمر لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الاحمر بسفاجة كمنطقة حرة وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 13.32 من مئة فدان تقريبا من الاراضي المميوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في اقامة صوامع غلال في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في اقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة المحافظات وفق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك الاسكندرية للترخيص للبنك بالانتفاع ببعض المساحات المتوفرة لدى الهيئة بكل من المبنى الاداري للهيئة الكائن بطريق صلاح سالم ومركز خدمات المستثمرين بالاسكندرية لاستخدامها كفروع للبنك في اطار الحرص على توفير الخدمات البنكية والمصرفية للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع لصالح شركة ميديكم أسوان للإسمنت في قطعة الأرض المقام عليها مصنع الشركة والمساحة المخصصة لنشاط السكني للعاملين بها والكائنة بالمنطقة الوقاعة عند الكيلو 110 على طريق أسوان أبو سنبل وذلك في إطار استكمال إجراءات تملك الشركة لأرض مصنعها لإنتاج الإسمنت البرتلندي وفقا للتسعير المحدد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31 من ديسمبر 2023 على عدد من الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد بعدد 32 شركة وذلك بمدن لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة منها أنشطة تجارية وإدارية وسكنية وترفيهية وطبية وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 66 لللجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 18 من يناير 2024 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ الرابع من فبراير 2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها وذلك لعدد 32 مشروعاً لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعات عين شمس والمنصورة وضمنهور ومحافظات القاهرة والقليوبية وضمياط وكذا صندوق التنمية الحضرية وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر على مساحة 150 متر مربع لكل مشروع وذلك بعدد 47 مشروعاً في 14 محافظة على مستوى الجمهورية واعتبارها من مشروعات النفع العام اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزرية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 102 المنعقدة بتاريخ 29 من يناير 2024 بعدد 30 موضوعاً وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان قمة الهرم حضارة مصر القديمة بمتحف شنجهاي بالصين في الفترة من 19 من يوليو 2024 حتى 17 من أغسطس 2025 بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن بمشاركة 787 قطع أثرية وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف